برأيي ومنذ شهور قلتها وأقولها لا انتخابات على المدى القريب لا بهذا التاريخ ولا بعده ربما في أقل تقدير ستؤجر سنة أو أكثر ليش؟ ليش؟ لأنه هناك أكثر من عقبه حس أولاً إحنا عندنا مشكلة دستورية وهي لازم نصوت أو يصوت البرلمان وليس نحن على تمديد عمر المفوضية خوش هاي خلي ليها بالبارت الثاني إحنا اليوم وقعنا في مشكلة أخرى بعد إقالة السيد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية والدستور أو عمل البرلمان يجب أن يصوت لرئيس جديد للبرلمان ثم يبدأ بالتشريعات وحتى هذه الجلسية التي عقدت هي هناك جهات سوف تطعن في شرعيتها هذا من جانب الجانب الآخر وربما هو الأهم هو العزوف الجماهيري منقطع النظير عن الذهاب إلى الانتخابات سواء كانت قبل تغريدة سيد الصدر وخروج الجمهور الجمهور التهير الصدري كان هناك لدينا حوارات طويلة ومطولة مع فئات كثيرة من النخب المثقفة والواعية لا يريدون الذهاب للانتخابات لأنهم أصبحوا في قطيعة